في حلب احبط بواسلونة هجمات عدة لعصابات جبهة النصر على السجن المركزي وكبدوها خسائر فادحة كما دمروا عربتين مصفحتين وسيارة مفخخة كان الارهابيون اعدوها لتفجيرها عند سوري السجن واستهدف بواسلونة عصابات ارهابية عند كازية الخولندي وعند مفرق حلان وبالقرب من معمل السيف وعند معمل الزجاج وقضت على معظم افرادها كما قضى ابطالنا الميامين على رتل من السيارات المحملة بالاسلحة والذخيرة وعلى ارهابيين في قرية سفيان وعند مطحنة الهاشم وشرقية مدرسة الجبيلي وعند دوار الحيدرية في درعة تصدت قواتنا المسلحة لهجوم عصابات ارهابية وقضت على اعداد كبيرة منهم ودمرت عدة اوكار وسيارات للارهابيين في حي طريق السد عرف منهم محمد غزلان وفي ريف درعة وصلت قواتنا ملاحقة الارهابيين في جملة صيصون نافع الشبرق صحم الجولان عابدين مزارع جاسم تسيل والاحراك والشيخ مسكين وبصر الشام ودمرت اوكارهم من بينها معمل لتصنيع العبوات الناسفة كما قضت على اعداد منهم من بينهم محمد فايز العوض صهيب اسماعيل الزعبي عبد الرحمن محمد المقداد الملقب باللوكس ورسمي محمود المقداد وامجد احمد الدوس ومصطفى الحولي وعبد الرحمن الفارس وخالد تامر